نظراً لموقع العراق الاستراتيجي ووجود القوات الأمريكية على أراضيه فإنه يواجه خطر السقوط في عين الإعصار إذا ما تسبب الصراع بحرب إقليمية أوسع عقب تعرض إيران لإهانة غير مسبوقة قد تدفع نظام طهران وحلفائه في المنطقة للبحث عن رد يحفظ ماء وجهه بسبب الإغذيالات الإسرائيلية في قلب طهران ولبنان وهو ما سيعرض استقرار العراق الهش أساساً لمزيد من المخاطر بحسب معهد ستيمسون الأمريكي للدراسات هو الذي رأى أن إيران باتت تتحسس الخطر على نفوذها في المنطقة الذي طورته بعناية عبر شبكة من الوكلاء في أنحاء عدة خصوصاً أربع دولين وهي العراق ولبنان وسوريا واليمن مستفيدة من الأزمات الإقليمية والتحشيدات الطائفية المعهد الأمريكي أشار إلى أن الهجوم على قاعدة عين الأسد الأخير في الأنبار ونفوذ الميليشيات المولية لإيران وضعف حكومة السودان على احتكار استخدام القوة فضلاً عن النظام السياسي المنقسم يشير إلى أن تأثير حرب إقليمية على العراق سيكون كارثياً حيث تواجه الحكومة في بغداد صعوبة في التعامل مع الأزمة الحالية ولا تملك القدرة على إبعاد العراق عن زجه في حرب بالوكالة بين إيران والولايات المتحدة أرغم استراتيجية إيران في العراق التي لا تزال بلا تغيير حيث تفضل طهران عراقاً مستقراً ولكن ليس قوياً وبما يضمن مصالح إيران الأمنية والاقتصادية ويعمل كممر لنقل الأسلحة والأموال إلى باقية أذرعها في المنطقة معهد ستيمسون كشف عن انقسامات داخل الجماعات المولية لإيران في العراق بين من يريد الانضمام إلى الرد على الإغتيالات الإسرائيلية وبين الذين يريدون الابتعاد عن المواجهة بدلاً من المخاطرة بمصالحهم السياسية والاقتصادية كما وإن حرباً إقليمية شاملة لن تكون في مصطحة إيران حيث ستكون مصالحها في العراق على المحاك خصوصاً إذا وقع صراع لا يمكن التكهن بنتائجه بيد أن الميليشيات في العراق قد تختار المشاركة في هجمات إيران الانتقامية إن حدثت فعلاً ولكن من داخل سوريا أو لبنان لمحاولة الحد من ردود الفعل العكسية ضد حكومة السوداني التي تعد هذه الميليشيات أحد أبرز مكوناتها ومع هذا فلا ضمانات من استهداف أمريكا أو حتى إسرائيل قادة هذه الميليشيات والبنية التحتية للحشد الذي ما زال يدار إديولوجياً من قبل الحرس الثوري وفقاً لمعهد ستيمسون ترجمة نانسي قنقر